شبكة قنوات المحروسة تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفرعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدقوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن وإيد على إيد نبني مصر من جديد علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن مساء الخير على حضراتكم وعلى كل متابعينا بنرحب بكم وأولى حلقتنا مع حضراتكم في بداية عام 2021 كل الأمنيات الطيبة أنه هيكون عام خير وعام سعادة وعام أمن وأمان وعام تحقيق العديد والعديد من الإنجازات والنجاحات التي نشهدها في قطاعات كثيرة ومن المسهة بالفعل على أرض الواقع أيضا بنوجه التهنئة لكل الإخوة الأقباط ونقول لهم كل سنة وإنتم دايما بخير كل سنة وإنتم دايما شركائنا في هذا الوطن وفي تحقيق التنمية بمناسبة عيد الميلاد النهاردة في الحقيقة معانا لقاء مهم جدا بس حبيت في البداية أننا أقول لكم كل سنة وإنتم طيبين وأنقل تهنئة أسرة البرنامج لحضراتكم ونلتقي معاكم بعد الفاصل كل عام وانتم بخير فاتت سنة ومع سنة جديدة بيتولد بكرة اللي معها أماني وأحلام يقدر يحققها علماءنا المصريين وتستمر رحلكنا علماء من بلدي عام جديد على شاشة القاهرة الآن موسيقى برحب بحضرتكم مرة أخرى وبيشرفنا بالحضور في استوديو أعلماء من بلدي معاكم على الهواء مباشرة جيلوجي قدير له العديد من الإسهامات في مجال التعدين والثروة المعدنية تجلت في إنشائه أول قاعدة بيانات للمناجم في تاريخ الهيئة العامة للثروة المعدنية وإنشاء الخريطة الذكية كأول ألبوم ألكتروني في هذا المجال بجانب قيامه بالإصدار الأول للنشرة البيئية بنرحب بوجود العالم الجيولوجي الأستاذ الدكتور حسن بخيط عبد الرحمن رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين التابع لاتحاد الجيولوجيين العرب رئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرية وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية سابقا كل سنة وحضرتك دايما بخير دكتور وسعداء بوجودك معنا في البرنامج كل سنة طيبة وكل شعب مصر طيب بالنسبة للعام الميلادي الجديد ونأمل إن شاء الله تكون سنة طيبة فيها الخير وربنا سبحانه وتعالى يزيح عننا الوباء اللي احنا فيه ده إن شاء الله ويبقى فيه مستقبل باهر مشرك بإذن الله إن شاء الله حريك بدأت بداية جميلة جدا وهتخليني أسأل حضرتك يعني أنت أوحيت لنا بالسؤال ده السروة التعدينية أو النشاط التعديني عندنا في جمهورية مصر العربية أخباره إيه؟ والله إحنا ما نتكلم عن السروة المعدنية بنتكلم على اقتصاد كبير السروة المعدنية لو يعني إحنا دينا نركز فيها أعتقد رافض كبير جدا للاقتصاد الوطني يعني يكفي إن أقول لحضرتك إن كل شيء حواليك كل شيء حواليك بتستخدميه كله جاي من الصحراء كله جاي من المعادن فبالتالي ما فيش حضارة من غسرة معدنية حديد خش فيه صناعات كثيرة جدا نتكلم عن الطائرات نتكلم على السيارات نتكلم عن الموبايلات اللابتوب البيت الإنشاءات السراميك الزجاج تقريبا كل شيء حوالينا بيجي من الصحراء بالتالي لما نتكلم نقول إن الصارغة المعدنية وقود هذه الحضارة ما يكونش مبالغ إنها بالفعل هي وقود الحضارة اللي احنا عايشينا الحضارة عشان تستمر الصارغة المعدنية واستكشافها لابد إن يستمر بنفس الوتيرة لو حصل تقاعص في الاستكشافات وتطوير هذا القطاع أعتقد أثر بشكل جميل جدا على الحضارة اللي احنا عايشينا الصارغة المعدنية من زي ما بعض الناس مفكرين رملة وزالة وصحرة لا عالم كبير تصوري حضاك إن كل التكنولوجيات اللي احنا عايشينا أكمار الصناعية الموبايلات التكنولوجيات الحديثة كلها كلها خامات بتيجي من الصحراء بالتالي لما نتكلم عن صارغة المعدنية نتكلم على جزء أساسي كبير وهام في حياة البشرية مش في مصر بس بالتالي إعطاء هذا القطاع الاهتمام أعتقد مش أليل على هذا القطاع لأنه هو حياة بالفعل يعني يكفي حضاك إن قطاع المؤولات أو البناء الأسمنت الحديث والصلب الفوسفات الأسمدة الزراعة الصروة الزراعية كله كله بيعتمد على الخامات اللي بتيجي من الصحراء فطبعا أنا متفائل بالعام الجديد إن يكون فيه مزيد من الاستكشافات وطبعا أنا أدي لنا إن إحنا نحاول بقدر المستطاع نجري زي ما العالم بيجري عشان نقدر نوفر هذه الخامات للحضارة كلها والاستخدامات المختلفة لهذه الخامات بالتأكيد يعني كما تفضلتم وذكرتم دكتور إن الثروة المعدنية أو هذا القطاع الحيوي الهام له ارتباطات بمجالات عديدة وكثيرة مش هنكون مبالغين لو قلنا مرتبط بكل شيء بنستخدمه في حياتنا يعني ليس مقتصر فقط على قطاع البناء والتشييد كما ذكرتم ولكن يعني اللابتوب المستخدم ناتج إلى هذا القطاع أو إلى الثروة المعدنية الكمبيوتر الوسائل الحديثة التكنولوجيا المستخدمة وخاصة إن إحنا مقبلين على نقلة هامة في حياتنا وفي مصر وهو استخدام الزكاء الاصطناعي نعم نعم وحدك قيس إن كنت أحطت أشارت لهذا الموضوع بالفعل فكر إن الصحرة أبارة عن رملة وظلة طبعا فكر مش صحيح أنا أكفي بس أديك مثالين إحنا عندنا في الصحرة الشرقية منطقة اسماء ودباب هذه المنطقة فيها خام اسمه التنطالم التنطالم ده يعني ربما كثيرين من الناس ما يعرفوش استخداماته الكبيرة اللي بيخش فيه يمكن صناعة الصواريخ والأعبرة للقارات نعم لصفات طبيعية تتواجد فيه يعني بالتالي لما بيتكلم على إن فيه معدن بيخش فيه مكوك فضاء أو في صاروخ إلى أخير وموجود على الأرض مصر ده بيدي للمواطن أهمية الصحرة والخامات الموجودة عندنا يكفي أتكلمك عن الدهب يمكن مصر حاليا الحمد لله تحطت على الخريطة العالمية للدهب بمنجم السكري اللي كلنا بنفخر به طبعا المنجم ده بيطلع تقريبا آه طبعا يطلع تقريبا 12 طن دهب سنوي تصور حاليا أن منجم مساحته ما تتعداش كيلو في كيلو يطلع 12 طن دهب رافض للاتصادر القومي ووضعنا على الخريطة يعني عالميا وفتح شهية الشركات الأخرى نتيجي المصر بالزبط يعني حاليا 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 ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال يمكن هنتكلم عن هذه الجزئية وخاصة أن حضرتك يعني لك إسهامات في هذا المجال تحديدا ولكن اسمح لنا بعد هذا الفاصل مصر مش يانا ينتم مصر أنا وانت تعالوا نبني ولد الجيولوجي المصري الأستاذ الدكتور حسن بخيط عبد الرحمن في الخامس والعشرين من يناير في محافظة القاهرة حصل على باكلريوس العلوم بجامعة القاهرة عام 1981 والماجستير في الجيولوجيا عن جيولوجية أحد مناطق جنوب سيناء بجامعة الأزهر عام 1995 نال درجة الدكتوراه في العلوم عن اقتصاديات التمعدن بشبه جزيرة سيناء بجامعة قناة السويف تسعمية تسعة وتسعين التحق بالعمل بقطاع المساحة الجيولوجية عام 1983 وشارك بالعضوية في البعثات الجيولوجية الاستكشافية لمناطق منجم دينجاش بالصحراء الشرقية وأخرى بمنطقة جنوب مدينة دهب بسيناء الجنوبية وأبو خريف بالصحراء الشرقية وأبو رحاب والسمراء جنوب وادي نصب وغرب أم زريق وشرقها بجنوب سيناء كما تولى رئاسة كل من البعثة الجيولوجية لحفر بئر استكشافي وتقييمه في منطقة أم زريق وبعثة المسح الجيو كيميائي في جبل ألفرد وجبل الجرف ومنطقة أدن دان بجنوب الصحراء الشرقية برحب بحضرتك مرة تانية العالم الجيولوجي المصري المتميز الأستاذ الدكتور حسن بقيت ويمكن يعني اللي أنا هقوله ده برضو من حديث حضرتك في البداية دايما ما يردد أو يذكر عن أهل الجيولوجيا وهذا العلم الهام وهذا القطاع الحيوي الهام أن فلسفة هذا العلم دائما ما ترتبط بالقديم لإتاحة المستقبل بمعنى يعني دراسة الظواهر القديمة وتتبعها ومراحل التطور وصولا للتنبؤ بالمستقبل وما يحدث على أرض الواقع من تكنولوجيا حاليا بين المسحة وبنشهدها في العالم أجمع ارتباطكم بتلك الثقافة أو بهذه المعارفة من النشأة وطبعا حضرتك ما فيش حد بيبدأ من الصفر التاريخ مليان بشغل ومليان بإنتاج الأبلون اللي هما سبقونا يعني فبالتالي إحنا حتى في بيعثات الاستكشاف عمرنا ما بنطلع بيعثة ونستكشف إلا لما نجمع البريفيا سورك القديم كله عليها ما فيش حد بياخد بعض وياخد شاكوش وياخد عربيت وياخد أجست ويطلع الجبل كده ينقب كده من غير ما ياخد شغل القديم ومش كده كمان ياخده ويدرسه ويعالجه وياخد منه التوصيات ويبدأ على نور يعني فبالتالي ده مبدأ علمي إن احنا بنبدأ من حيث انتهى الآخرين يكفي حضاك إن احنا موضوع الدهب ده اللي فتح شهيتنا ليه فرعنا يعني الفرعنا سبقونا من 7000 سنين وجابوا الصحراء الشرقية وناقشوها في كل موقع بتلاقي أثار الفرعنا موجودة ودي اللي فتحت شهيتنا كمساحة جوجية إن احنا حتى لما بدأنا نشتغل في البلسات كنا بنيجي على المناطق بتاعة الفرعنا ونشتغل حولها وطبعا احنا اكتشفنا أماكن جديدة أخرى يعني يعني البحث وعمليات البحث والتنقيب عن الذهب ده مرتبط بأيام الفرعنا الفرعنا بدء طبعا ويكفي إنك إنت لو رحت المتحف المصري أو المتحف العالمية هتلاقي المقتنات الزهابية اللي الفرعنا سابوها حاجة مهولة فبالتالي عمر الذهب ده ما هتلاقش غير من الصحراء المصرية بالتالي حتة الرجوع للقديم في الشغل بتاعنا ده أساسي إن احنا عشان خاطر نشتغل بنرجع للأعمال القديمة اللي عملوها قابلينا واللي عملوها قابلينا ده بيبدأ من الفرعنا مرورا بكل الأحقاب التاريخية لغاية ما وصلنا للعام أو الفترة اللي احنا نشغلين فيها معالجة البيانات واضحا عشان خاطر أبدأ على النور طبعا استقراء الماضي بيساعدني على أن أبدأ الحاضر بطريقة جيدة ووفر وقت ووفر جؤت وأكيد اللي أنا بعمله غير بعدية يجي يستكمل المشوار يستكمل طبعا فالصحراء عامة بعكس أي نشاط تاني لازم يبدأ بالشغل القديم اللي سابقونا وعملوا الأجيال المتعاقبة بدءا من فرعنا لغاية ما وصلنا لوقتنا الحقيق أجيال بتسلم أجيال يعني يمكن برضو من خلال دراستكم وأبحاثكم في مجال التعدين بدأتم باستكشاف الذهب في شبه جزيرة سيناء وده كان رسالة الدكتوراء الخاصة بكم من خلال رحلتكم البحثية الاستكشافية يمكن قدمتم ملحمة علمية بمنطقة أم زوريق واللي شاملت الاستكشاف والجيوفيزياء والحفر الأولي ومركز المعلومات نتكلم عن هذه الملحمة واللي بدأت يمكن في منتصف التسعينات حقيقي قويسة انت قلت ملحمة وهي بالفعل ملحمة لأن لها كصص كتيرة احنا عاشناها والحمد لله قدرنا نكتازها يكفي ان نقول لها هاداك ان كل الدراسات السابقة بتقول ان الفرعنة بالنسبة للدهب كانوا محلهم صحة شرقية لأول مرة نقول ان فيه دهب في سيناء وده كانت ملحمة من اخواننا المصدر ما اقولش انا الوحدي لكن فريق عمل متكامل من زملاء في المساحة الجلوجية خدنا سيناء بالفعل بداية بعد ما تم تحريرها في التملينات وبدنا نعمل المسح او فيه فريق من الزملاء عامل وحاجة اسمها المسح الجلوجي الاقليمي وبعد كده لما عملوا المسح الاقليمي الجلوجي وعملوا تخريط المنطقة احنا خدنا شغلهم للتخريط ده وطلقنا نعمل استكشاف عزي المناطق وكان النتيجة بالفعل اكتشاف منطقة المزرق والدهب اللي فيها والرصاص والنحاس الى اخره ودي احنا بنفخر بها ان بالفعل احنا كجنة قدر اكتشف موقع الفرعنة ما وصلوش اليه وهذه منطقة اعتقد تم عرضها للاستثمار وجاري تحضيرها لاستكمال عملية الاستكشاف والتقييم وثم عملية الانتاج ان شاء الله نعم فمزرق ملحمة بالفعل وكاننا يمكن المنطقة الوحيدة اللي اتعمل فيها انتجريتة اكسبوريشن استكشاف متكامل بدأ من زي ما قطيك المابينج التخريط ثم مرورا بالجيو كيميكال اكسبوريشن اللي هو ريجي من البردو ثم مرورا بالديتيل اكسبوريشن استكشافي التفصيلي ثم المسح الجيوفيزيكي باجهزة عشان نعرف ما هو تحت الارض ثم انتهى بالدريلينج الحفر عشان نتأكد بالنتاج اللي احنا وصلنا عليها وبالفعل النتاج بتاعت الحفر عرام انه كان بير واحد بس اجاب نتاج مسميرة جدا طب برضو في مشروع لابد ان احنا ننتقل لي او نتناوله واحنا بنتكلم مع حضرتك وهو الخاص باطلس السخور والمعادن الصناعي نتكلم عن اهمية هذا المشروع وهي مراحل تطوره بالنسبة للبحث العلمي الدكتور الموضوع اطلس ده الفكرة بتاعته جات من ايه ان انت عارف لحدك لما نطلع الصحراء الصحراء مسهل يعني سيارات وبنزين وانك تخش في الصحراء استعدادات طبعا اه مكلف بالتأكيد فكون اروح الصحراء واطلع منها بتقرير ده ده بحدي ذاته بيدي فكرة ان انا استفدت من الرحلة ولكن لما اشوف برامج اخرى جنب الرحلة دي عاملها استفيد منها يكون احسن استفادة من هذه التكلفة فجاءت فكرة أننا ليه ما استفيدش من البعثات الحقلية وأعمل أطلس ومعادن مصر باستفيد من البعثات موجودة في أماكن مختلفة بيجمعوا عينات بيوصفوا العينات بياخدوا صور حقلية للمواقع ويبدأوا يكتبوا ريبورت مركز على كل منطقة وأم جمعين هذه الأماكن في أطلس واحد بالتالي أنا قدرت أحصل الصخور ومعادن مصر في كتاب واحد يستطيع الأجيال المختلفة أنها تستفيد منه يرجع لي مرة أخرى الباحثين أو المهتمين بهذا المجال بالفعل أنجزنا هذا الأطلس ونتمنى أن ياخد الصورة النشر العلمي الكويس طبعا أنت عارف حدك الإعداد ده مطبخ يعني تجيبي عينة أو تجيبي كلمة تحطيها في ريبورت إلى آخره ولكن في النهاية محتاج إخراج محتاج إيدتور يراجع المادة العلمية بتاعته عشان يطلع بالصورة اللائقة اللي تتناسب مع مكانة مصر نعم وخاصة أن بيعمل معكم العديد من الباحثين والعلماء في مجالات كثيرة ومتعددة يعني حالك زي ما ذكرت بتكون فريق بحثي متكامل تيم متكامل ما فيش حد بشتغل واحده بالعكس المساحة الجولوجية بتتميز أن هي فرق عمل باسة حقلية باسة حقلية فيها كل التخصصات فيها جيولوجيين وفيها مهندسين وفيها كيميائيين وفيها معامل بتخدم علينا وفيها أجهزة وفيها حفر إلى أخير وفيها عمال وفيها سوائين فبالتالي يمكن المسالي فريق عمل متكامل فريق عمل كبير ومتكامل وملحمة علمية في هذا القطاع وفي هذا المجال وملحمة من السهلة أنا آسف الملحمة من السهلة أنك أنت بتعيش في جو غير تقليدي طبعا يعني المعيشة في السحراء بدون أي إمكانات بدون أي مصادر أخرى إحنا بنستمتع بيها في الحياة العادية بالإضافة إلى تعرضكم إلى العديد طبعا من المخاطر يعني أعتقد أنه بيكون فيه فريق طبي أيضا مصاحب لكم يعني في مثل هذه الاستكشافات أو الرحلات الاستكشافية الخاصة المعدنية لأن احتمال طبعا يعني تعرض أحد فريق البحث لقدر الله لخطر الإصابة إصابة وتعرض للسيول وتعرض للمخاطر الجبلية والشمس والحشرات إلى خير لذلك أنا من هذا المنبر يعني بدعوا إلى دعم الفرق الحقلية المساحة الجوجية بالفعل بكل الإمكانات طبعا عشان حياتهم يعني بالفعل محتاجة دعم على الأساس أن يحافزهم زي ما قلت لك أن الصروة المعدنية وقود الحضارة واللي بيطلع الصروات دي الجيولوجين أو الفرق بالشغالة في المساحة الجيولوجية فمن باب أولى أن الدولة تدعمهم بالفعل ماديا ومعنويا عشان خاطر يقدروا يكملوا ويعملوا المرحمة الكبيرة يعني الدولة بتقوم يعني بما عليها يعني في هذا المجال ولكن يعني لابد من دخول قطاعات أخرى يعني معاكم تكون مشاركة لأن حضرتك ذكرت أن مثل هذه الرحلات بتتكلف يعني تكلفة كبيرة جدا فيعني رجال الأعمال المستثمرين المجتمعات المدنية برضو يكون لها دور داعم معاكم أولا حضرتك هو الحتة دي حب يعني أقف فيها هو المساحة الجيولوجية تعتبر كيان مسحي أو بحسي في أي دولة لابد أن يكون فيها مساحة الجيولوجية هي بتقوم بدور يختلف عن دور رجال الأعمال يعني أولا المسح المبدئي للصروات وإن كنت تتحددي المعادة الموجودة فين كأوكيرز كتواجد دا دور المساحة الجيولوجية طبعا دور رجال الأعمال بيجي بعد المساحة الجيولوجية إنه مقلوم إن فيه خامة موجودة في حتة فلانية رجال الأعمال والشركات الإستثمارية تيجي بقى تعمل تقيم لكن ما تدعين البداية هذه الرحلات دكتور والله لو فيه سندي تتعامل لدعم هذا المجهود بس أعزي أقول لحدك إن دا دور المساحة الجيولوجية كدولة الرجال الأعمال يخش يعملوا بها حدك لو خدوا منطيع مثلا أنا لقيت فيها دهب بس أوكيرنس أي أوكيرنس تواجد يعني عينات مش كتيرة وبقولي إن أنا فيها تركيزات هم يجوا يعملوا برامج استكشافية تفصلية يعملوا حفر يعملوا تخريط بمقاييس رسم أضاق بيصرفوا فوس قد كده عشان في النهاية يطلعوا حاجة اسمها الريزيرف ده أنا كنت بقصده يعني من هذا الترح دكتور بالإضافة للمشروع اللي حضرتك تكلمت عنه وهو القص بمشروع أطلس السخور والمعادن الصناعية هناك أيضا عدة مشاريع بحثية لكم يعني زي إدخال نظام الاختبارات الحقلية للكشف عن الخامات المعدنية خاصة الرصاص والزنك في سحراء سيناء والسحراء الشرقية وده يمكن مشروع تعاوني مع البعثة الجيولوجية الأمريكية عايزين نتكلم عن هذا المردود يعني العملي والفعلي لهذا المشروع والتوصيات اللي صدرت خاصة وإن هو تحت يعني أو تمت مناقشته بالمملكة العربية السعودية هو طبعا المشروع ده كان فترة يعني أديمة شوية ولكن بالفعل كان فيه تعاون مصمر ما بين المساحة الجيولوجية المصرية والمساحة الجيولوجية السعودية وكان من ضمن هذا التعاون وجود هذه البعثة المشترقة اللي التعنا بها في بعض الأماكن اللي موجودة في مصر وفيه فرق تانية طلعت في أماكن موجودة في السعودية لعمل مقارنة وخاصة أن اللي بيجمعنا بين السعودية ومصر البحر الأحمر فبالتالي السخور اللي على جانبين البحر الأحمر متشابحة فبالتالي فيه تشابه في السخور وتشابه في التمعوضينات فكان من المهم جدا يتم تعاون بين الكيانين دولك المساحة الجيولوجية هنا والمساحة الجيولوجية بالفعل لما طلعنا وكان معاهم فرق من الأمريكا اللي هو المساحة الجيولوجية الأمريكية كان فيه استفادة بالفعل من التعاون المشترك وزي ما أنت قلت استخدمنا بعض الطرق اللي بتستخدم فيه الكشف عن الخامات في الحقل باستخدام بعض الكيمويات يمكن الجيولوجيا بيطلع الجبل بحاجة اسمها بوصلة عدسة ممكن جي بي اس دلوقتي الشاكوش بتاعه ده اساسي لكن استخدام بعض الكيمويات للمساعدة في التعارف على بعض الصخور كانت برضو إضافة كويسة بالفعل كانت لها مردود كويس بالنسبة للشغل الحقلي وهو يدخل نظام الاختبارات الحقلية للكشف عن المعدنية أو بعض المعدن حضرتك زكارت في الحديث المقول دي أنا هستعيرها من حضرتك وهو الثروة المعدنية هي وقود الحضارة بالفعل بنجدها بتستخدم في كافة المجالات ومصدر هام أيضا في التكنولوجيا التي نحياها ونشهدها حاليا على مستوى العالم أجمع خلونا نخرج فاصل ونعود ونتواصل مع العالم الجيولوجي المصري الأستاذ الدكتور حسن بخيط فروة المعدنية تظهر جمهورية مصر العربية بفروات طبيعية هائلة تشمل العديد من الرواسب المعدنية منها ما هو سائل وغازي البترول والغاز الطبيعي والغازات المصاحبة ومنها خامات الطاقة الصلبة مثل الفحم والطفلة الزيتية والطفلات الكربونية واليورانيوم وأيضا رواسب معدنية فلزية تشمل مجموعة المعادن والسبائك الحديدية مثل الحديد والمنجنيز والكروم والنيكل والكوبلت ومجموعة المعادن غير الحديدية مثل النحاس والألومنيوم والرصاص والزنك والقصدير ومجموعة المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين والمعادن النادرة مثل التيتانيوم والنوبيوم والتنطالوم نحن الجيولوجيين الجيولوجي المصري الأستاذ الدكتور حسن بخيت قام بالاشراف على لجنة تفاتيش المناجم والمحاجر بمصر ومجموعة عمل الدراسة الاستطلاعية باستخدام الطرق الجيو كهربية لإمكانية الكشف عن الكهوف الحاوية لصخور الألباستر بوادي سنور ببني سويف تولى رئاسة اللجنة العلمية الدائمة للنشر العلمي وقدم العديد من المقالات والدرسات المنشورة بالمجلات والدوريات العلمية المتخصصة كاستراتيجية تنمية الثروة المعدنية من منظور القيمة المضافة والمحنيات والقطاعات التعدينية والكوادر البشرية عماد الثروة المعدنية الأستاذ الدكتور حسن بخيت طبعا يعني عطائك في هذا المجال ممتد ولكم العديد من المشاريع البحثية الهم إلى أي مدى ساهمت الدراسات الجيولوجية بالتعاون مع التقنيات الحديثة للاستشعار من البعد أن تضيف لي قدرتنا ومواردنا وخاصة الكوادر البشرية يعني نقطة كويسة تحتها لأنه برضو في لبس ما بين فهم دور الاستشعار من البعد في موضوع استكشاف المعدن والدهب إحنا سمعنا برضو في الفترة الأخيرة في بعض الأخبار مش صحيحة أني ممكن عن طريق الأمر الصناعية تقدر تتحدد الدهب لا كلام ده مش مزبوط أنا هو الاستشعار من البعد أداة بيساعد الفرق الاستكشافي على الأرض لا غينا أنك أنت تنزيل عن الجيولوجي الجيولوجي بالأرض والعربية والشاكوش أنك أنت تعملي شغلك ولكن دور الاستشعار من البعد أو صور أخمار صناعية ومعالجتها بيساعدك على أنك أنت بتحدد الأماكن نوعا ما الأماكن المأمولة اللي ممكن تتوقعي تلاقي فيها تمام الدوليات طبعا إزاي الاستشعار من البعد بيعرف هذه الأماكن لأن طبعا زي ما أنت قلت في الأول أنه فيش حد بيبدأ من الصفر فيه أعمال قديمة بالتالي هو ما تيجي تحطي مواقع مثلا على سبيل مثال مواقع الدهف في حترة معينة على خريطة أمر صناعي ويتعملي بروسسنج يعني معالجة زي البصمة الطيفية زي واحد دي بصمة كده طب الموقع ده بصمته كده طب فين المواقع المشابهة لها على صورة الأمر صناعي فممكن بالفعل يديكي روكومنديشن توصية أنه فيه موقع واثنين وثلاثة واربعة زينا وبينانا عليه الصورة الأقمر الصناعية أداة وليست هدف أداة بساعدة الجيروجي على أنه يدي الخناء على المناطق اللي هو بيدور عليه في العملية البحثية بالنسبة للإستكشافات بالضبط نعم ولكنها ليست وسيلة كما يعني يشار حاليا أو يزح حاليا بساعد مساعد مساعد فقط نعم ولكنها زي ما حالك ذكرت هي الشاكوش والعربية وعينة وتحليل وتعميل وتقييم وحفر أبار عشان تقدر تقيمي لازم لازم الزرق اللي هي المعتادة أو التقليدية في البحث عن الثروات المعدنية برضو حداك في هذا المضمار الموضوع برضو ميش بسيط طبعا يعني حداك يعني لو نكلم على الخامات اللي هي فلزية زي الكوارتز وزي المغنطاء مثلا الكولين والحاجات زي كده سهلة ولكن بالنسبة للدهب الاستكشاف بتاعه لو احنا نعمل زي السكري لأ لي حرفة وحرفة استندر عالمي يعني لي يعني صنعة مش بلدي يعني يعني احنا عشان نعمل منجم دهب عالمي زي السكري في استندر وفي أكواد عالمية نمشي عليها الجيولوجي ما بيختراش العجلة ده هو بيتعلم أكواد بتعلم ستندر ترينج على الاستكشاف وبيقوم ماشي بهذا الاسطوب اللي هو تعلمه عشان يوصل لمنجم ده السكري ليه بقى النقطة دي مهمة حضاك لإن زمان لما كان يسيبوا الناس تشتغل براحطة لا وفي اختلاف كل واحد ليه طبع الشخصي في تقريره ليه طبع الشخصي في تأديره أو في فكره أو في رؤاء أو في تحليمه صحيح فبالتالي قاله لازم نعمل أكواد نعمل ستندر نمشي عليه قواعد ثوابت ففي بلاد سبقون عملوا هذا الستندر وبناء على احنا بنحتازي بهذا الستندر زي الجورك والحياة زي كده ونمشي عليها عشان خطر على الأقل لما جاء من التقرير يبقى هذا التقرير مكود استطيع أنه حتى أجيب كرود من البنك بناء على زي الستندر العالمي لا استطيع بنكي دي كي كارد لو أنت شغلك مش مشي استندر مستحيل طبعا لو ما حللتيش في معامل مكودة لو ما جمعتش العينة بالطريقة الفلانية لو ما عمتش خريطة بالطريقة الفلانية لو ما حدتيش الريزير في الاحتياط بتاعك بطريقة فلانية مستحيل بنك عالمي أو محالي ديكي فلوس يمول هذا الموضوع الحرفة مش سهلة بالنسبة للدهب ده ينطبق على كافة المعادن في مجالكم دكتور ولا على اكتشافات الذهب فقط لا 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 البحث والطمكب عن البحث ولكن ده يشمل كل الخامات المروضة كافة الخامات والمعادن اللي بيتم البحث عنها واستكشفها طيب هنرجع مرة أخرى للمشاريع البحثية الخاصة لكم وخاصة أنكم شاركتم مع فريق بحثي كندي في عمل مرجعية أو دليل استرشادي للاستفادة من المحاجر المصرية وكنتم الباحث الرئيسي لهذا المشروع نتكلم عنه عن كيفية المساهمة في در الأخطار عن هذا القطاع وخاصة يعني أن حضرتك توليت منصب مدير عام المناجب والمحاجر هيئة الثروة المعدنية المشروع كان واعد وكان كويس جدا كان فيه فريق طبعا ده المشروع نابع من اتحاد السنعاط المصرية يعني ممكن المساحة الجوجية داخلت ممثلة فيا أنا كباحث رئيسي معهم ولكن التوميل كله جاي من اتحاد السنعاط المصرية بالفعل كانت تجربة هامة جدا وطلعت توصيات رائعة جدا يكفي طبعا التقرير موجود واعتقد فيه ناس استفادوا منه ونتمنى الى الان لو حصل على هذا التقرير قطاعات الشغلة في المحاجر هتستفيد منه جدا اهم هذه التوصيات اقول له هذي حاجة هو مثلا من ضمن التوصيات يعني طبعا هو توصيات كتيرة بالضبط ولكن اديك ميسر هم مثلا لما دخلوا على المحاجر لقوا ان مفيش توازن ما بين المعدة ومين المحجر يعني لقوا محاجر وعيدة كبيرة جدا ومعدتها متهالكة ولقوا محجر صغير جدا وعنده معدته حديثة فطبعا استغربوا يعني قال طب فين التناسق فين التناسق وفين الحرفية وفين الاشراف على ان لابد ان يكون فيه تناسب ما بين المحجر وما بين المعدة اللي فيه لقوا برضو في بعض الحاجات اللي هي مثلا ربما يكون الكوالاتي كنترول مفيش كوالاتي كنترول في بعض المحاجر الكوالاتي كنترول اللي اللي ياخد الخامة ويطلعها بالاستاندر اللي انا ممكن اصدره به لان ممكن بالفعل الشحنات تغديها وتصدرها اللي خارج وترجعلك او على الاقل تضرب السوق المصري نتيجة ان الكوالاتي كنترول ما طلعش بالصورة الكويسة فهما طبعا التقريب ده انا بادعو كل اللي شغالين في قطاع المحاجر والجهات الرسمية انه يستعينوا به بالفعل كان كمرجعية كمرجعية توصيات رائعة جدا ونتمنى ان يتموا مراجعة النقاط اللي هما حطوها من ضمن النقاط برضو لقوا ان اسعار الخامات المصرية متدنية جدا اسعار البيع اللي احنا بيبيع فيها الخامات لوها بالمقارنة بالدول الاخرى انها اسعار منخفضة منخفضة فطبعا ده بيدعونا ان احنا لابد ان يكون عيننا على الصور الخارجي ما ينفعش انها اشتغل وقاعد في داخل البلد ومعرفش حوالي الاسعار مشت ازاي لابد ان يكون في برصة ولابد ان يكون في لجان للتسعير ومراجعة الدولية للحفاظ على كيمة الخامات المصرية نعم يمكن عندنا في شبه جزيرة سيناء او سيناء عموما يعني مازال هناك الكثير من المعادن ومن الثروات التي لم تكتشف بعد دكتور سيناء بالنسبة لي انا بعتبرها بنتي يعني لان حقيقة اشتغلت فيها كتير وعيدة وعيدة يكفي ان حالا كان اقول تكفي اول حلقة ان اكتشف الدهب الدهب واخواته زي الرصاص والنحاس في سيناء يمكن ان النحاس كان معروف من فترة ولكن الدهب هو ربما يكون ده كان الخبر الجميل اللي احنا في التسعينات وفي اوائل الالفينات لقناه سيناء فوق في الشمال منجم المغارة يعني منجم الفحم الوحيد في المنطقة العربية موجود في المغارة سيناء فيها الرمال السوداء بمعادنها الاستراتيجية الرمال السوداء اللي هي بدأت في كفر الشيخ بدأت شركة الوطنية تعمل مشروع ضخم جدا نتمنى ان سيناء تاخد حظاه في الانتاج المعادن الاستراتيجية من الرمال السوداء سيناء فيها انقى انواع الرمال البيضاء بتخش في صناعات رائعة جدا سيناء الزجاج أيضا الزجاج وغيره وغيرها من الصناعات سيناء فيها انقى انواع الجبس بتخش وريزيرف واحتياط سيناء فيها انقى انواع الكولين اللي بيخش في السيراميك وبرسلين سيناء لو رجعنا في الجنوب فيها النحاس وفيها الرصاص وفيها الزينك سيناء فيها الأملاح سينة فيها مساحات مائية رائعة لو اشتغلنا على الملح فقط هنطلع صاروة كبيرة جدا سينة الحجار المسامية الرخام اللي هو الصين بتتهافت عليه سينة لو انت رجعت برضو في الجنوب اعتلاقي المنجنيز ومشهورة فيها منطقة ابو زنيمة سينة فيها الدهب في بعض الاماكن غير المزرئ اللي احنا شفناها وجنوب السينة مليئة بالكنوزوبي سينة فيها المياه الجوفية الحرة ايون موسى حمام فرعون ودي ممكن تطلع منه طاقة حرارية وطاقة نظيفة تعمل تنمية السياحية في الاماكن دي فلو احنا كلمنا سينة محتاجة حلقة كاملة ده حقيقي فعلا طيب من خلال اللقاءات والمؤتمرات الدولية دكتور كان هناك ملتقى اقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربي نتكلم عن هذه اللقاءات وهميتها وخاصة بعد تدخل التكنولوجيات الحديثة ودورها في الحماية من الكوارث الطبيعية والمخاطر بصفة عامة نقطة برضو مهمة كنت أنا عايزة ربطها بكورونا يعني هذه الجائحة لقلم تبيئة العالم أولا إيكومينكس اللي هو المطاقة الدولي للاقتصادات المناجم والمحاجر بالوطن العربي تم تأسيسه سنة 2007 ودي كان مبادرة شخصية مني بالتعاون مع الله الرحمة الدكتور حشاد أستاذ كبير في هيئة المواد النووية والدكتور عاطف داردير كان رئيس هيئة المساحة الجوية السابق قلنا أنه ما فيش صناعة وعدة إلا ولها مظلة تجمع العاملين فيها تحتها مظلة لا سوق أوكاز لابد أنه ما فيش صناعة كبيرة إلا كلها معرض وليها مؤتمر فالصلاة معدنية لأسف ما كانش لها المعرض والمؤتمر اللي حقق طموحات المعدنين والشغالين فيها على مستوى الوطر العربي حضرتك بردو كلمت عن هذه الجزئية في إحدى المقالات والحوارات الصحفية اللي تمت معكم وكان عنوان هذا المقال يعني بناء على كلام حضرتك نأمل وضع قطاع الفروة المعدنية تحت مظلة وزارة الصناعة بالضبط دي حضرتك يعني احنا عادنا كنا في الأول تابع وزارة الصناعة بعد نروح لنوزارة البترول ولكن بالفعل وده كلمة صادقة مني وزملائي الشغالين في هذا القطاع أن الكطاع ملاقاش تطفرة كبيرة في زل وزارة البترول بحقيقة ولكن لقينا أن وزارة الصناعة هي الحاضنة الطبعية المنطقية للسروا المعدنين لأن أنا بطلع الخامة بتخش في التصنيع سواء تصنيع داخلي أو خارجي فبالتالي الوزارة المتخصصة التي تستطيع أنها تستفيد بها هي وزارة الصناعة لذلك أنا كان يعني آملي أن السروا المعدنية تكون تحت موزات وزارة الصناعة أو تكون وزارة مستقلة احنا الصحراء مصر 95% من أرض مصر صحرة ولما أتكلم عن صحرة أتكلم عن سروا المعدنية فليس أقل من 95% من أرض مصر يكون لها وزارة مستقلة ويكون لها وزير مستقل يكون على شؤينها الرافض بالسروا المعدنية لا يقل عن البترول ولا الغاز الطبيعي لو أحسن استغلال لذلك نتمنى أنها ترجع تاني تحت موزات وزارة الصناعة أو يكون لها وزارة خاصة بها طبعا هي الثروة المعدنية قطاع هام وبيدخل في الكثير من الصناعات وعكس الفكرة اللي يمكن العامة غير المتخصصين أو المهتمين بيعتقد أن الثروة المعدنية إنشاءات وبناء ولكن هذا عكس ما يتم على أرض الواقع وعكس الصحيح تماما العلمية والعملية والبحثية في مجال التعدين والثروة المعدنية حاز الأستاذ الدكتور حسن بخيط عبد الرحمن على العديد من أوجه التكريم والتقدير داخل مصر وخارجها وذلك لإنشائه أول قاعدة بيانات للمناجم في تاريخ الهيئة العامة للثروة المعدنية وأول ألبوم إلكتروني وعن دوره كاستشاري فقد تم منحه العديد من الدروع والأوسمة وشهادات التقدير بكل من السعودية والأردن وليبيا والسودان حسن عن تجربة حضرتك كعالم مصري في الجيولوجيا بالمملكة العربية السعودية وإزاي نحن نستطيع أن نستفيد من هذه التجربة وننقل بعض الخبرات والله هو على خطة طبعا المعروفة علميا أن المناجم على بعض السعودية ومصر والسودان وبعض الدول في أفريكيا زي أريتريا ويمكن بعض الأجزاء من اليمن في حاجة اسمها دير العربي النوبي بيجمعنا مع بعض يعني السخور كلها يعتبر فيها سميلاريتي فيها تشابه وبالتالي الصورة المعدنية تكون قريبة من بعض فطبعا كون أن في حاجة مشتركة بيننا فالتعاون لابد أن يكون على قدر هذه الخاصية طبعا السعودية ومصر وأعتقد بلدين لهم امتداد ولهم رعوبة تاريخية ولهم علاقات وطيدة الحمد لله طبعا يعني حتة المشروع اللي تبدأ في المساحة الجوجية اللي هي المضاهامة بين الصخور اللي هنا والمعدن اللي هنا نتمنى أن هذا المشروع اللي بدأ من فترة طويلة أن يبدأ يرجع تاني ويستكمل تاني أعتقد الاستفادة من خبرات البلدين في الاكتشافات الخاصة بالمعدن سواء الدهب أو غيره أعتقد ممكن يتم الاستفادة من خبرة هنا وخبرة هنا الحاجة التانية يعني دعم الصناعات بتاعتنا من الخامات اللي ممكن نلاقيها في السعودية والعكس الصحيح برضو مهمة جدا فطبعا المشترك ما بيننا كسروة معدنية بيننا وبين المملكة وبين السودان كمان يدفعنا إلى تعديد ودعم الألاقات الاقتصادية والعلمية بين الدول الثلاثة أولاد نعم الأستاذ الدكتور العالم الجيولوجي حسن بخيت رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين التابع الاتحاد الجيولوجيين العرب ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرية وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية سابقا سنخرج فاصل سريع ثم نعود ونتواصل معكم أهلاً أمين نصر دالبين الفترة الجيالينا نبني بجد واليوم نهد اللي هنبني بأيدينا بالحب والإرهادة الصح هيبعدة والمرة حد فكر يسد طربنا هيعدينا نكسر كل الحدود وهتفضل فينا دايماً أم الأوطان نصر النسيح مصر عبن عن جدود وانو تلافيا مصر هتفضل بأيدينا مصر هتفضل بأيدينا الصح هيبعدة والمرة حد فكر يسد طربنا هيعدينا مصر هتفضل بأيدينا نبني بجد واليوم نهد اللي هنبني بأيدينا مصر هتفضل بأيدينا مصر هتفضل بأيدينا مصر عبن عن جدود وانو تلافيا مصر عبن عن جدود مصر عبن عن جدود وانو تلافيا مصر عبن عن جدود علماء من بلدي عام جديد على شاشة القاهرة موعدكم الثلاثاء على شاشة القاهرة العالم الجيولوجي الأستاذ الدكتور حسن بخيط في مطلع العام الجديد وإحنا بنلتقي مع حضرتك النهاردة في أولى حلقتنا في هذا العام 2021 أمنياتك بصفة عامة يعني على المستوى الأسري على المستوى الشخصي على المستوى العلمي والله أول أمنية أمنية كل المصريين وكل العالم إن ربنا سبحانه وتعالى يزيح عننا الوباء اللي احنا فيه ده وترجع الحالة الطبقية للبلد ويرجع النشاط بكل قوته طبعا ده الأمل إن إحنا الخوف اللي ربما تصرب لكثير من الناس يرجع الأمان الثاني ونقشي الحياة الطبعية ده أمل أعتقد أنا بنقره نيابة عن كل العالم نعم الحاجة الثانية حضرتك بالنسبة لي على المستوى المهني إن الصلاة المعدنية تاخد دورها دورها المفروض 95% من أرضنا صحرة فبرامج الاستكشاف تاخد حقها الميزانية لهذه البرامج تاخد حقها المستثمرين يخشوا بقوة في هذا القطاع مصر بلد واعد وخاصة الدهب على كم تزييق خامات فيه حمى الدهب موجودة وإن شاء الله نحاول نقننها خامات مصر كثيرة مصر موقع استراتيجي لتصنيع لنقل التصدير مصر فيها أهم حاجة وهي كوادر البشرية واعدة جدا من استهوانش مصريين المصريين ممكن يعملوا شغل جامل جدا في هذا المجال ده حقيقي لدينا عقول بشرية يعني لا يستهان بيها نستطيع زي ما وحدنا بنصدر البطاطس وبنصدر الدهب نستطيع أن نصدر العقول البشرية في مجال التعدين عيفرقوا معنا جامل جدا طبعا عندنا كوادر علمية عينقلوا الخبرات الخارجية وعينجبوا لنا عملة صعبة فالصرغة معدنية لا بدنا تاخد أولوية في برامج الدولة في التشريعات في الإدارة في الدعم المادي في الاهتمام بالقادر بشهزة من قطر الحركة ده أمنيتي على المستوى المهن يعني طب وبالنسبة لي يعني البحث العلمي حضرتك يعني كيف تصف وقع البحث بعد يعني ما شاهده العصر أو بعد التكنولوجيا اللي احنا بنحياها حاليا البحث العلمي لديها كلمة فيه البحث العلمي لابد أن يرتبط بكتاعات الانتاجية ما فيش بحث من أجل البحث نحن عندنا مركز كوي من بحوص وعندنا مركز بحثية كثير لابد يتم توظيف هذه المراكز للتعامل مع قطاعات الانتاجية زي صاروة معدنية عندنا خامات وعندنا قطاعات كثيرة قوي فين البحث العلمي أن يخش في هذه القطاعات ويفرد نفسه ويدعم هذا القطاع البحث العلمي بالفعل زي ما قطي لحضاك أنه فيه استندر للتدريب والأغذي بالطرق الحليسة من البحث والتوقيب لابد أن ندعم هذا القطاع البحث العلمي رسالة مجلسية للدكتوراه لابد أنها تكون مرتبطة بشغل على أرض الواقع عشان يستفيد من وقته ونجهده من الفلوس التي تصرف عليه البحث العلمي يعني دوره كبير السياسي ونتمنى إن شاء الله يكون في الوضع اللي بيدعها من الاقتصاد في الفترة الجاية إن شاء الله البحث العلمي له دور كبير وهام في تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات العالم الجيولوجي المصري الأستاذ الدكتور حسن بخيت بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا حضرتك شرفتنا وكل سنة وحضرتك دايما بخير وقطاع الثروة المعدنية في ازدهار وتحقيق مزيد من النجاحات في هذا المجال أشكركم على الاستضافة والحوار الجميل دوت ونتمنى إن شاء الله يكون في استفادة وعلى أمل إن شاء الله يكون العام ده عام سعيد وكله إن شاء الله اشراقات باكتشافات والوباء إن شاء الله ينزح عن البلد وعن العالم كله إن شاء الله يا رب بنتمنى تحقيق من النجاحات في قطاع الثروة المعدنية ومزيد من الاستكشافات في هذا القطاع من قبل المتخصصين وكما ذكر لنا في اللقاء العالم الجيولوجي الأستاذ الدكتور حسن بخيت أن الثروة المعدنية هي وقود الحضارة بشكر حضرتكم على متابعتكم لينا شكرا جزيلا بنلقاكم في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء على شاشة قناة القاهرة في التساعة والنصف مساء عبر التردد الجديد 111.178 رأسي معدل ترميز 27.500 معدل تصحيح 5 على 6 كل سنة وحضرتكم بخير كل سنة ومصرنا الحبيبة بخير وفي تقدم وازدهار ونجاح وأمن وأمان كل سنة وكل الأخوة الأقباط بخير بمناسبة قرب أعياد الميلاد بشكر حضرتكم شكرا جزيلا بنلقاكم الأسبوع القادم مع علم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي موسيقى موسيقى قهلة العزرية في مصر ونفع الوضولية في مصر مولد السيدة والذكر والهيصار ورطعتين برطة بسيدة نبيتا المشي على الكرديش والبرطة في لهم تعيش موسيقى